بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء هذا اللقاء المفتوح نستقبل فيه أسئلة مختلفة كما أحببتم وكما تطالبون في كثير من الأحيان أن تكون حلقات مفتوحة على هذا النحو ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ القليل الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة راجينا منكم أن تشاركوا اتباعا مباشرة على الأرقام التي ستظهر على الشاشة ومن بينها 24696666 وكذلك عن طريق موقعنا على شبكة المعلومات العالمية فأهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم فضلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا أثواب رحمته وأن ينشر علينا أثواب رحمته وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب آمين يا رب العالمين فضلة الشيخ نحن الآن على أبواب العشر الأواخر من رمضان ولدى الناس رغب في أن يعتكفوا في أن يقتطعوا هذه العشر أو هذا الجزء المتبقي من رمضان في خلوة مع الله هل هناك ما يرغب في الاعتكاف بحيث أن المسلم يعتبره بالنسبة له فرصة أم هو يمكن أن يحققه الإنسان حتى في خارج المسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا ريب أن رمضان موسم طاعة تضاعف فيه الوجور وتفتح فيه أبواب السماء وينزل الله عز وجل من رحماته وبركاته على عباده ويفيض عليهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وإذا كان رمضان كله موسم طاعة وعبادة فإن العشر الأواخر منه هي مضنة لليلة جعلها الله تبارك وتعالى خيرا من ألف شهر وهي العشر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ويقبل على العبادة ما لا يجتهد في العشرين الأولى من رمضان وذلك لما علم عليه الصلاة والسلام من إيحاء الله تعالى له من مزيد فضل لهذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان وإذا كان المسلم يجد من نفسه حينما يدخل في هذه العبادة المباركة يجد انشراحا في صدره ويجد إقبالا من نفسه على طاعة الله عز وجل وعلى صنوف العبادات وصنائع المعروف فإن هذه المشاعر تزداد إيقانا مع دخول العشر الأواخر لأن ذلك الذي شعر بشيء من التقصير لا تزال الفرصة أمامه مفتوحة وذلك الذي جد واجتهد فإنه ينبغي له أن يزيد في اجتهاده وأن يقبل أكثر على أنواع العبادات ولهذا كان من السنن المشروعة الاعتكاف والله تبارك وتعالى ذكر الاعتكاف في كتابه الكريم حينما قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد والاعتكاف يعني اللبثة والمكثة أو الإقامة في بيت من بيوت الله عز وجل بحيث يحبس المسلم فيها نفسه للاشتغال بأنواع الذكر والدعاء والعبادة وتلاوة القرآن وطلب العلم النافع ولا يخرج من معتكفه ذلك إلا لضرورة حالة كونه صائما فيجتمع له شرف الزمان وشرف المكان أما شرف الزمان فهو رمضان عموما ولا سيما العشر الأواخر منه أما شرف المكان فهو شرط أن يكون الاعتكاف في بيت من بيوت الله عز وجل ولا شك أن المساجد هي خير البقاع في هذه الأرض لأنها مجلى نور الله عز وجل في أرضه وصفها بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان يعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم خرج ذات يوم غدوة اليوم الواحد والعشرين أو ليلة الحادي والعشرين فقال لقومه فقال لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم إني رأيت إني أريت ليلة القدر حتى تلاحى منكم رجلان فأنسيتها وإنها في العشر الأواخر فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وطر ولذلك كان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يتحرى ويجتهد أكثر في العشر الأواخر وكذلك كان صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم وأزواجه أهل بيته صلى الله عليه وسلم ورد أيضا عنه ورد في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر أما أحيا ليلة فكما وصفت السيدة عائشة أنه كان في العشرين قبل العشر كان يقوم ويرقد لكنه إن دخلت العشر فإنه يحيي الليلة كله وأما إيقاظه لأهله فمعلوم فإنه كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أزواجه بل يوقظ بناته فقد ورد أنه كان يطرق باب السيدة الزهراء فاطمة والإمام علي كرم الله وجهه ويقول ألا تقومان مما يدل على فضل هذه الليالي العشر وأما شد المئزر فهو كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة وقيل بأنه كناية عن اعتزال الأهل كل ذلك إنما يدل على فضل اغتنام هذا الموسم المبارك وهذه الليالي العشر لما تتنزل فيها من بركات ولما أودع الله عز وجل فيها من لطائفة وهدايات طيب فضل الشيخ أنتم ذكرتم أيضا أن الذي كان جادا في هذا الشهر فعليه أن يقبل على هذه العشر الأخيرة للزيادة من أصنافه وأنواع العبادات ما هي أنواع العبادات التي يطالب بها المعتكف في المسجد المعتكف عليه أن يحبس نفسه للصلاة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن وله أن يرقد قدر ما يجدد نشاطه ويبعث في نفسه الهمة ليقبل على هذه العبادات بأنواعها بنفس قادرة على أداء ما عليها هذا هو الأصل فيها له أن يشتغل بطلب العلم تعلما وتعليما أن يطلب العلم أو أن يعلم العلم النافع في معتكفه ذلك مما يسوق له هذه هي الأعمال والمقصد من ذلك هو أن يخلي قلبه من أدران وشوائب هذه الحياة الدنيا فيقبل على الله سبحانه وتعالى ويصفي نفسه ويملأ قلبه بذكر الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيأنس إلى ربه ويملأ قلبه بأنوار هدايات الله سبحانه وتعالى ويدخل إلى نفسه فيوضات الهداية الربانية وتشرئب نفسه من معاني كتاب الله عز وجل وهو يحيى معه ليلا ونهارا ويريح نفسه أيضا بأداء ما يستطيع من صلوات من قيام الليل ومن صلاة التهجد لا سيما في الثلث الأخير من الليل لأن الله عز وجل أيضا وصف عباده المتقين بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبصنوف الدعاء والذكر الذي يتوجه به إلى ربه متضرعا متبتلا يسأل رحمته وغفرانه ويسأله جل وعلا أن يبلغه الفردوس الأعلى وأن يغفر له وليخوانه المؤمنين ويسأل ربه بما شاء من أنواع الخير الديني والدنيوي أو الدنيوي والأخروي طيب فضل الشيخ هل ورد ما يفيد أن لكل يوم دعاء مخصوصا لم يرد ذلك وإنما لما سألت أم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إن هي صادفت ليلة القدر فقال لها عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كل أنواع الذكر والدعاء تباح ليست هناك أذكار مخصوصة لكل يوم أو لكل ليلة من ليالي العشر وإنما ينبغي أن يحرص المسلم على الثابت من الأذكار ما ورد في كتاب الله عز وجل من أذكار الأنبياء من دعاء الأنبياء والصالحين وما علمه الله تبارك وتعالى للناس في كتابه الكريم ومن ذلك أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر ودعاء وتبتل لا سيما هذا الدعاء الطيب المبارك وليكثر أيضا المرء من الاستغفار لا سيما سيد الاستغفار كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعلك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وما شاء من الأدعية الصالحة الموافقة لما في كتاب الله عز وجل وفي سنته وما ثبت أيضا من أذكار يجد فيها بغيته ويأنس بتلاوتها شريطة أن تكون كما قلت موافقة للأصول الشرعية طيب فضل الشيخ قبل أن نأتي إلى اعتكاف المرأة البعض يحب الاعتكاف ويريده ويطمع فيه لأنه يحقق له كل هذه الروحانيات التي تحدثتم عنها والإيمانيات لكن لا يحب في الوقت نفسه أن يكون معزولا عن العالم الخارجي وعن أعماله وأشغاله وعن أسرته فهل له أن يكون هاتفه مفتوحا بحيث يتواصل مع العالم الخارجي وهو معتكف أم يطالب بغير ذلك أما إن كان يريد أن يجعل هاتفه مفتوحا ليقضي مآربه الدنيوية ويستمر في مصالحه وفي إنجاز أعماله فهذا يتعارض مع حقيقة الاعتكاف ومع معناه اللغوي والشرعي لكنه لا يلزم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لأن أقل الاعتكاف يوم وهذا هو الرأي الراجح المفتاب فاليوم بمعنى لتحقق شروط الاعتكاف وألزم شرط في الاعتكاف هو الصيام ثم المسجد فالصيام أقله يوم فيدخل قبل طلوع الفجر من ذلك اليوم الذي يقصد أن يعتكف فيه ثم يخرج بعد غروب الشمس هذا أقل الاعتكاف ويمكن له أن يعتكف اليوم بليلته فيدخل قبل طلوع قبل غروب شمس ذلك اليوم ويعتكف تلك الليلة واليوم بعدها ليخرج بعد غروب شمس اليوم التالي وله أن يعتكف ما شاء من هذه الأيام ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل اليوم عسى أن يسمعنا بعض من كان مترددا في همته فتنبعث نفسه فيكتب لنا وله الأجر بإبن الله تعالى من أراد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل اليوم لكي يكون مبتدأ اعتكافه ليلة الحادي والعشرين فهي أول ليالي العشر الأواخر من رمضان وبذلك يوافق أيضا هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وفي تحري ليلة القدر لأن من فضائل العشر الأواخر ليلة القدر التي جعلها الله تعالى خيرا من ألف شهر والتي تنزل فيها الملائكة والروح بإذن ربهم والتي هي سلام حتى مطلع الفجر والتي يفرق فيها كل أمر حكيم والتي هي ليلة مباركة كل هذه الصفات أو دعها الله سبحانه وتعالى ليلة القدر كما أخبرنا في كتابه الكريم طيب فضلت الشيخ الرجال توفرت لهم فرص كثيرة للاعتكاف ومساجد كثيرة كما أنهم أيضا قد لا يكونوا مسؤولين عن إدارة شؤون المنزل ما بال المرأة في الاعتكاف هل يمكنها أن تعتكف أيضا بطريقة معينة تحقق لها هذا أم يشترط عليها ما يشترط على الرجل أنا سأستل من سؤالك تنبيها غاية في الأهمية هم يعني إشارة لطيفة لكرتموها بارك الله فيكم وهي قولكم أن قد يجدوا متسعا من الوقت يصرفه عن شواغل البيت ولذلك فإننا هذه الملاحظة التي كما قلت أستلها من هذا الحديث هو أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان لا يقتصر على الاعتكاف ولذلك فلا ينبغي لمن لم يتمكن لكثرة أشغاله أو لارتباطه بأعمال أو لأن كثيرا من الالتزامات والمسؤوليات عليه فلا يتمكن من تفريغ نفسه والتخلص من هذه الشواغل والانعزال وحبس النفس في الاعتكاف فهذا لا يعني أن أبواب الخير قل سدت عنه بل الصحيح أنه بفعله ذلك طالما أنه عمل مشروع مع إخلاصه لقصده ونيته لله تبارك وتعالى فهو مأجور فإن كانت تجري على يديه مصالح للعباد مصالح يحتاج إليها الناس أو كان ينشر علما أو كان يدعو إلى الخير أو كان يصل أرحامه ويذكرهم بالله تبارك وتعالى أو يقوم بشأن أهله من عول أسرة أو تربية ولد أو غير ذلك مما هو مشروع فإن ذلك أيضا مما يعينه مما يعينه على أن يبلغ به يعني الأجر العظيم بإخلاص النية وإحسان المقصد مع حرصه قدر المستطاع لأن هذه النية التي يعني يبيتها أن لو كان فارغا لا سعى إلى الاعتكاف هذه النية في ذاتها مأجور عليها والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عملي ولذلك فإن المرأة إن كان يمكن لها أن تتخلص من ما يصرفها عن الاعتكاف فإن الاعتكاف في حقها مشروع كما الرجال لأن الأحكام الشرعية لا فرق فيها بين الرجال ونساء وإنما الخلاف في مكان اعتكافها هل يشترط أن يكون معتكفها في المسجد أم يمكن لها أن تعتكف في مسجد بيتها في مصلاها الذي اعتادت أن تصلي فيه نعم ومذهب الجمهور من مختلف المذاهب الإسلامية أن المسجد شرط في اعتكاف المرأة نعم ويؤيد ذلك كما قلت أن لا فرق بين الرجل والمرأة في مثل هذه الأحكام الشرعية إلا بورود دليل ولا دليل يخص المرأة فيما يتصل بمكان اعتكافها بل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام المسلم أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أراد الاعتكاف فلما انصرف إلى المكان الذي يعتكف فيه وجد أخبية نعم خباء لعائشة وخباء لحفصة وخباء لزينب نعم فهذه الأخبية التي كانت لنسائه صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهن نصبت في المسجد مما يدل على أن اعتكاف النساء يكون في المسجد معم ومما أيضا مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي أن تكون لهن سواتر هذه الأخبية كانت بمثابة سواتر معم ومما يستفاد من الحديث أنهن كن في نفسه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك يتحقق الأمن لهم فهذه من شروط أيضا إذا ما أرادت المرأة أن تعتكف فلا بد من إذن زوجها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه فلئن كان هذا في شأن الصيام فهو في حق الاعتكاف ألزم لأن العلة التي روعيت في الصيام في صيام المرأة أظهر في مسألة الاعتكاف لأن الاعتكاف يعني أن تنصرف المرأة كما الرجل فتحبس نفسها وتمكث في المسجد في الذكر والطاعة والعبادة والصلاة وقراءة القرآن ولا يسوغ لها كما لا يسوغ للرجل أن تشتغل بشيء من أعمال الدنيا والشرط الثاني الذي هو خاص بالمرأة بعد إذن الزوج أو الولي هو وجود الأمان في المسجد فلابد أن تهيأ الأسباب بحيث يكون المعتكف الذي فيه النساء آمناً لهم آمناً من كل نوع من أنواع المخاوف والمخاطر هذا شرط لا بد أن يلتفت إليه والشرط الثالث كما قلت هو كون الاعتكاف في المسجد هذا هو الذي تؤيده الأدلة مع وجود ترخيص من بعض علمائنا أي بعض أصحابنا الإباضية وطائف أيضاً من علماء الأحناف يرخصون في أن تعتكف المرأة في بيتها وعلى كل إن لم تتمكن المرأة من الاعتكاف في المسجد فلا أقل من أن تسعى إلى أن تعتكف في مصلاها في بيتها بعض الأحكام لا تزال متعلقة بالاعتكاف ولكن بعد هذه المكالمات الأخ علي العامري الأخ علي الأخ علي استمع إلينا من السماعة الأخ علي علي الأخ سلام العامري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك الأخ سلام أريد أن أعني سؤاله أفضل كما هو معلوم ثلاثة النافلة في الراحلة لا أفضل عليها نعم لكن الرجل إذا كان يسوق السيارة بنفسه نعم يعني يبغي يصلي التراويح في السيارة يكون السيارة مثلاً بيشتغل عن عن الطريق وبيشتغل على كدرات الطريق نعم يعني تسأل عن الحكم أو طيب واضح طيب طباءة الوطر هل ممكن يصليها الإنسان في السيارة حتى إذا كان هو سائق نعم نعم تكون السائق تكون مشغول بالسيارة يعني تقاوز والسيارات من يمين هل ممكن تكون السائق يصلي للنافلة وهو يسوق السيارة صحيح طيب إن شاء الله أحسنت أحسنت شكراً جزيلاً الأخ علي العامري علي ضيب الأخ سيف نعم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله بالخير الأخ سيف الله يبارك فيك الله يمسك بالخير أهلا بك الحمد لله بارك الله فيك الأخ سيف بارك الله فيكم جميع فضل سؤال الأول سؤال الأول رجل أكسم أن لا يذهب مع أولادي إلى مكان وعبر ذلك بقوله والله لا أسير ولكن الأولاد غلبوا على أمرهم على رفض والدهم وقاموا بمرافقتهم فهل تلزمه كفارة وما نوعوها نعم سؤالي الثاني جماعة صلت سنة التراويح القيام الثاني ثلاث ركعات وتأكدت من ذلك بعد الفرر فهل تلزمها الإعادة وهل هذه السنن أي سنن التراويح مؤكدة صلت سنة التراويح كم؟ ثلاث ركعات صلت سنة ركعات ثلاث ركعات وهي في الأصل أربع واضح ولكن تأكدوا بعد الفرر فهل تلزمهم الإعادة وهل هي سنن مؤكدة طي دكتور سيب بغينا تبين طال عمرك مانوع الاعتكام في المسجد البعض يظنه الأخذ بالنوم على طول الوقت طي بارك الله فيك شكرا لأخذ شكرا لإنقاذينا شكرا الله يبارك فيك أخت نورة السلام عليكم وعليكم السلام وحمد الله شكرا لكم وغزاكم وحيرا هذا المنظر الله يبارك فيك مالذي سؤال اتحضر لي لأخت نورة بعض الشركات طلبت من أصحابها أن يقوم توظيف أكثر عدد من العماليين ولكن الشريفة قالوا أنه إذا قام بتوفيط العماليين فإنهم سيطلبون رواتب عاليين ففكروا يتحقوا لساء لواتي جالسة البنية ولا يعمل كأنهن موظفات الشريفة ولكن هن بنذهب من العمل يعني يحصلن على رواتب وجالسات البنية وتقوم الشريفة بإعطاءهن رواتب 150 وصاحب الشريفة الذي قام تقوم بتوفيط 50 ميال وضعف النساء 100 ميال فقط ويتمس تتجينهن في مجرات القوى لأحمد الله كأنهن موظفات في السياسة فهل يجوز عن تأخذ النساء هذا المجر طيب مشكورة لأخت نور عندك سؤال آخر لا مشكورة شكرا جزيلا الله يبارك فيك لأخ ناصر أي نعم تفضل لأخ ناصر كيف حالي طيبين الحمد لله نشكر الله سمعت شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي بارك الله فيك أهلا بك لأخ ناصر حقيقة لدي ثلاثة مقاطعين تفضل هل هي ليلة واحدة بالنسبة مثل أمان ودولة ثانية نفي فروقات المقطعين هل تعتبر جميع البشرية ليلة واحدة لجميع دول العالم واضح جميل جدا سؤال الثاني تفضل تستهلت الحديث اللي بعد صلات الفقر اللي يقص في المسجل بعد صلات الفقر هل الحديث يقول لك يعني اللي يقص بعد صلات الفقر ويتذاكر ويقع قرآن وبعد فروع الشمس يصلي رقعتين يعتبر كأنه حق هل هذا حديث ضعيف طيب إزاك الله شكرا 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 جزيلا لك فضل الشيخ السؤال متعلق لا يزال بالعتكاف ثم نأتي إلى أسألة الإخوة إن شاء الله ما الذي يحضر على المعتكف أن يقوم به أثناء اعتكافه هذا ويمكن أن يكون له شق ثاني هل له إذا أنشى اعتكافا لمدة عشرة أيام أن يتراقع في نيته في الوسط فتكون خمسة أيام أما ما الذي يعني يحضر عليه فهو يعني ممنوع من مباشرة النساء بنص كتاب الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ثم يحضر من الاشتغال بأعمال الدنيا لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى للتعبد والذكر وضعه ذلك أشبه بالخلوة للأنس بالله تبارك وتعالى إلا أن يرخص له من أعمال الدنيا ما يحتاج إليه من حاجة الإنسان ومن الطعام والشراب ومن الاغتسال والتطيب دون إسراف هذا مما يرخص له لكن أن يشتغل بأمور الدنيا من تجارة أو غيرها من أعمال وصنائع فهذا يتعارض مع الاعتكاث وهذه المحظورات هي على كل معتكف رجلا كان أو امرأة نعم ثبت نعم فيما يتعلق حتى لا يفوتنا هذا الموضوع بالطعام والشراب هل يكون في المسجد أم له أن يذهب إلى البيت لتناول سحوره وأفطاره إن كان بيته قريبا ويذهب قدر ما يأكل الطعام ثم يعود مباشرة فلا حرج عليه لكن الذي ننصح به أن يكون الطعام في صحن المسجد أو في غرفة ملحقة بالمسجد هذا مما يرخص له فيه أو هذا هو الأولى أن يعد وهذا الذي يحصل اليوم في كثير من المساجد لكن يعني من الأمور المهمة ملاحظة أن المسجد وهذا بحمد الله تعالى كائن الآن لا بد أن يكون من المساجد التي تقام فيها الجماعة واختلف هل يلزم أن تكون مما تقام فيه الجمعة فوالظاهر أن الجمعة ليست بشرط لكن له أن يذهب للجمعة بل عليه أن يذهب للجمعة ثم يعود إلى المسجد الذي يعتكف فيه فالاعتكاف لا يلزم أن يكون في جوامع تقام فيها صلاة الجمعة بل يمكن أن يكون في المساجد وعليه أن يذهب للجمعة ثم يعود إليها كما رخص له أيضا بأن يشهد جنازة أحد أوليائه كوالدي أحد والديه أو زوج أو أخ أو أخت بعضهم يقول الأصول أو الفروع أو زوج أيضا قدر ما يذهب للجنازة ثم يعود هذا مما يرخص له فيه والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لما زاره بعض نسائه فإنه أوصلهن إلى غرفهن صلى الله عليه وسلم فالشغل اليسير الذي يحتاج إليه الإنسان هو مما يرخص فيه لكن غالب الوقت إنما يصرفه المعتكف إلى ما ينبغي أن يكون فيه من أمر العبادة والطاعة والدعاء والذكر وهذا يجيب على سؤال أحد أسئلته في أن بعض المعتكفين هداهم الله يقضون أغلب الأوقات في النوم هذا أيضا مما يتعارب النوم إنما يكون بقدر ما يأخذ الإنسان راحته ليجدد نشاطه فيعود لأعمال العبادة أما أن ندخل المساجد فنرى أن المعتكفين نائمين عشاء وفجرا وضحوة فهذا مما لا يتناسب مع الاعتكاف ومن كان لا ينفك عن هذه الحالة فالأولى له أن يعني أن يظل في بيته لا أن يشوش على المعتكفين الآخرين ولا أن يشوش على المصلين أيضا لأن الذي رأينا أيضا أن كثيرا من المعتكف أو بعض المعتكفين لنقول ينقل أثاث بيته معه من أنواع السرير والبطاليات والمخاد والملابس والمواد الصحية لا الأصل أن يعني يخفف فيقتصر على ما يحتاج إليه أو يجعل من أهله من يحضر لهم ما يحتاج إليه مراعاة لحرمة المساجد ومراعاة لمشاعر المعتكفين والمصلين الآخرين ومسألة التوقف عن الاعتكاف إذا كانت النوى عشرا نعم هذه مما اختلف فيها العلماء هل يسوغ له ذلك؟ هل يسوغ له أن يقطع نيته؟ فيعتكف دون الأيام التي نوى أن يعتكفها جميعا ومنهم من رخص له ومنهم من شدد معه والقول الأول هو الأظهر أي أنه يسوغ له ذلك ولا يترتب عليه هذا هو القول الأظهر لعدم وجود دليل يلزمه بذلك وهذا في محض الاعتكاف لأن من الاعتكاف ما يكون بناء على نذر لا على محض تنفل ينويه الإنسان أو يقصره المسلم فما كان نذرا فبابه مختلف لأنه داخل في باب النذور نأتي إلى سؤال واحد ويتعلق أيضا بهذا الموضوع وهو سأل الأخ ناصر عن ليلة القدر ليلة القدر هل تختلف حسب التواقيد حسب الأيام لأن في بعض الدول تختلف طبعا عن أخرى نعم هذا أيضا مما بحثه أهل العلم فمنهم من يرى أن ليلة القدر واحدة في كل مكان ومنهم من يرى أنها تتعدد وتتنوع باختلاف الأماكن وأنها تختلف من شهر إلى آخر أيضا وهذا هو الأظهر والله تعالى على كل شيء قدير وفضله عظيم واسع ورحمته بعباده غامرة شاملة والذي ثبت هو أن في رمضان تقع ليلة القدر والذي ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار من العشر الأواخر لكن المسلم عليه أن يجتهد ويسعى إلى أن يتحرى ليلة القدر هذا من حكم إخفائها وهذا من حكم أيضا كما يقول شراح حديث أني أريت ليلة القدر حتى تلاحى منكم رجلان فنسيتها أو فأمسيتها أن ذلك من حكمها إخفاؤها هو من حكمها حتى يجتهد المسلم في العبادة والطاعة كما أخفى الله عز وجل ساعة الإجابة يوم الجمعة وكما أخفى عن الإنسان ساعة وفاته حتى يكون يقضا مسارعا إلى الخيرات على أتم الاستعداد لملاقات الله عز وجل ثم أيضا من حكم هذا الحديث كما يقول كثير من شراح الحديث أن لا يخبر بها وفي ما قدره الله عز وجل أخذ ذلك من أن تقدير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن نسي تحديد ليلة القدر أن الذي قدره له هو الخير وبالتالي فإن الذي يغلب على ظنه أنه رأى أماراتها أو علاماتها وأن ليلة ما كانت ليلة القدر فإن الأفضل في حقه أن يخفي ذلك وهذا يجنب في كثير في كل عام طبعا تأتي تواريخ مختلفة حد رأها 21 حد 25 نعم وهكذا طيب نأتي إلى سئلة الإخوة الآن فضل الشيخ بعدما قطعنا شوطا لا بأس به في أمر الاعتكاف وفقهم كافي لمن أراد أن يستعد اليوم وإن كان الوقت بدأ متأخرا ولكن الفرصة لا تزال باقية فضل الشيخ الأخ سلام عامري يسأل الصلاة على النافلة ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاس عليها صلاة النافلة في السيارة صلاة النافلة في الراحلة لا تقاس على الصلاة السائق في السيارة لأن السائق مأمور بأن يشتغل بأمر قيادة السيارة ولا يصح له أن ينصرف عن ذلك ولو بصلاة نافلة لأن الشغل الذي هو فيه أولى لأنه يتعلق بحفظ نفسه وحفظ أنفس الآخرين من الركاب معه فإن لم يكن معه ركاب فمن مستخدمي الطريق من المارة وأصحاب المركبات الأخرى والقيالة كما نعلم تحتاج تستدعي تركيزاً وعناية وتستدعي الكثير من الحركات فلا تقاس عليها صلاة النافلة في الراحلة يمكن له أن يشتغل بالذكر يمكن له أن يستمع إلى تلاوة كتاب الله عز وجل شيء من القراءات الطيبة يمكن له أن يستمع إلى مادة نافعة لكن أن يشتغل بالصلاة فذلك مما لا يسوغ له حالة سياقة السيارة والوتر لأنها آكد هل يرخص فيها؟ لا بل لأنها آكد لا يرخص فيها لأنها يعني إن كان أمر النوافل أيسر فيتجاوز فيها ما لا يتجاوز في الفرائض والسنن المؤكدة فلا يمكن بحال أن يقال بإمكان ذلك نعم إن كان راكباً في السيارة ولا شغل عنده فيمكن له أن يصلي شيئاً من النوافل يمكن له ذلك نعم سؤال أخسيف رجل أراد أن يذهب أو طلب منه أبنائه أن يذهب معهم إلى مكانه لكنه حلف أن لا يذهب معهم ومارسوا عليه ضغطاً فذهب ماذا عليه؟ عليه أن يكفر كفارة يمين مرسلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والكفارة هي كما نص الله عز وجل في كتابه العزيز فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هو مخير بداية بين هذه الخصال الثلاث إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم سؤال الثاني الذي تعرف عليه الناس القيام الواحد طبعاً فيه أربع ركعات ركعتان ركعتان نعم فلكن الأخ سيف يقول هذه الجماعة صلت ثلاثاً فقط نعم وحسناً فعل في سؤالي أنه قال أنهم تأكدوا من ذلك لأننا كلنا سنحاول أن نبعد عنهم الوهم والوسواث لكن قال أنهم تحققوا من ذلك فعلى هذا يلزمهم إعادة ركعتين لأنها تصلى ركعتين ركعتين فليعيدوا صلاة ركعتين فقط والله تعالى أعلم يعني حتى في النوافل لا يسوغ الزيادة فيها في ركعتها ولا النقصان منها الأخت نورة تتحدث عن شرط وزارة القوى العاملة حيث تشترط على الشركات أن توظف نسبة معينة من العمانيين التفافاً على هذا القرار وعلى هذا الشرط يقوم بالاتفاق مع مجموعة من النساء وتسجيلهن في وزارة القوى العاملة مقابل مبلغ معين تعطى هذه المرأة نسأل هي سألت عن حكماً واحداً نحن نسأل عن حكمين عن تصرف الشركة وعن المبلغ الذي تستلمه المرأة أو الرجل الذين سجلوا بهذه الطريقة لا هذا من التحايل على الأنظمة التي يقصد منها في الحقيقة هذه الأنظمة فيها صلاح ظاهر وصلاحها إنما يكمن في تشغيل يعني الباحثين عن عمل في تشغيل الناس وفي تهيئة الأعمال المناسبة لهم رجالاً كانوا أو نساءاً لكن إن كنا نساءاً فإن لعمل المرأة شروطاً لا تخفى لكننا نتحدث عن العمل باعتباره مشروعاً حينما يكون مشروعاً فإنه لا يسوغ أن يتحايل على هذه الأنظمة ويدلس على الجهات المسؤولة عن هذا الجانب فهذا من التدليس وبالتالي فهو من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ولا يصح الإعانة على الكذب والتدليس كذب كما لا يصح أيضاً الإعانة على التزوير وهذا من التزوير فلا يحل لا للشركة ولا لهذه هؤلاء الذين رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مجرد أسماء فقط وأنا أعجب أيضاً من وجود كثير من من يرغبون في العمل ثم تتاح لهم فرص العمل ولكنهم يلجأون إلى مثل هذه الوسائل فلما يتأخر أبناء هذا البلد وقد عرفوا في تاريخهم بالجد والاجتهاد والكفاح لما يتأخرون ويرضون لأنفسهم الآن بالقنوع وعدم المشاركة في البناء وإيجاد الأعمال واغتنام فرص الأعمال المناسبة وكيف يرضى أيضاً أرباب الشركات بأن يجعلوا فقط مجرد أسماء وأن يفسحوا المجال لموظفين وعمال من خارج البلاد يتبوؤون أرفع المناصب الوظيفية ويهملون شأن المواطنين هل بذلك يعني يخدمون بني وطنهم وهل بذلك يخدمون يعمرون أوطانهم بمثل هذه الطرق نعم فيما يحتاجون فيه إلى كفاءات وخبرات وغير ذلك هذا باب لكن أن يكون هناك من التحايل والتزوير على الأنظمة لمجرد الوصول إلى نسب تعمين تؤهلهم لمزايا معينة فهذا مما لا يسوغ شرعاً والله تعالى المستعان سؤال أخير من المتصدين يقول الحديث الذي ورد فيه أن الرجل يمكث بعد صلاة الفجر يقرأ القرآن إلى أن تشرق الشمس ويصلي ركعتين الشروق هل وقفتم على صحتهم؟ أن لا يحضرني حكم هذا الحديث لكن الحكم الشرعي المأخوذ منه وهو ثبوت الفضل والأجر لمن مكث في مصلاة حتى تطلع الشمس وارد يعني من جملة أحاديث صحيحة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وما ورد في هذه الرواية من بيان أن له مثل أجر حجة أيضاً لا يبعد لأن ذلك إنما هو من حيث بيان عظيم الأجر لا من حيث أن ذلك يغنيه عن الحجة وكذا الحال في ما أشبهها من روايات كعمرة في رمضان الحديث الوارد في عمرة رمضان على سبيل المثال وأنها تعدل حجة وفي بعض الروايات أنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا في بيان مزيد الفضل والأجر والثواب لا في بيان أنها تغني عن الحجة الواجبة عن الاعتمار الواجب أما الحديث نفسه فالذي أحفظه أن طائفة من المحدثين يصححونه أو يقبلونه ولبعضهم الآخر كلام فيه والله تعالى أعلم الأخ عمر من العراق يقول ما حكم تغليف الرجل أسنانه بالذهب وهل تقب الزكاة فيه أما اليوم مع وجود بدائل تغني عن الذهب فإن ذلك مما لا يسوق لأن هناك الكثير من المواد الطبية التي أصبحت أحسن كفاءة وأفضل لتؤدي الغرض من الضرس البديل فلا ينبغي لا يصح أن يصار إلى أبراس من ذهب أما من كان قد فعل ذلك فيما مضى ولا يمكن له إزالته فإن بعض العلماء يستأنس بالترخيص الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي بدعت أنفه فنصحه بعد ذلك بأن يتخذ أنفا من ذهب هذه الرخصة كانت كما قلت موجودة لعدم وجود بدائل أما اليوم فمع وجود البدائل فلا يصح أن يصار إليها لكن من كان الضرسه قديما أو كان قديمة أو كان في مكان لا تتاح فيها البدائل فالطر فإنه يعني يباح له وفقا لهذه الضرورة فقط وإن أمكن له دون عناء أن يزيله وأن يستبدل به ضرسا آخر من مواد صناعية أفضل له فهذا هو الأولى في حقه لكن كما قلنا إن لم يكن شيء من ذلك أبدا فإن هذا من الذهب الذي قد لا يصل مقدارا يسيرا فإن احتاط وحسبه من جملة ماله فلا حرج عليه إن شاء الله بل ذلك أحوط له في تزكيتي نأخذ مكالمة واحدة على الله هذا بناء على القول بأن الزكاة في كل أنواع الذهب وهو القول المفتابه عندنا والله تعالى أعلم لا أخي عبد العزيز عبد العزيز معنا نعم نعم معي تفضل عبد العزيز أقول متى يبدأ صلاة الترويح متى يبدأ عن وقت صلاة أثناء يشحر في شحر قد بي نعم يعني الشحر مثلا ينتهي قبل يعني صلاة ينتهي قبل بعجات بطايق يعني ما الجواب فيه جميل إن شاء الله الأخ عبد العزيز أحسن شكرا جزيلا أخي حمد حمد الحسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا بك الأخي حمد لديه ثلاث أصل على السريع يعني الوقت عندنا باقي خمس دقائق بس سؤال واحد يكفي لأخ حمد سؤال واحد عاديش نتخير لكن تكمل الموضوع اليامس اللي طرحه طبيعي الشيخ حبيب الله ذكر بأن من يعني للعاب التي تحتوي على أو تدعو إلى الأنف لا يصح يعني ممارستها نعم كيف نفرق بين للعاب التي تدعو وتحص على الأنف وكذلك بين للعاب التي تدعو وتحص على الإقدام والشجاع طيب شكرا جزيلا مشكور الأخ حمد شكرا جزيلا هذا سؤال طازق إن صح التعبير يتعلق بالحلقة المعبرة بالأمس أنا قلت أن فيها عنفا طاغيا هذا العنف علاماته التمرد على كل شيء حتى التمرد على الأبرياء وممارسة أن الوصول الترقي في درجات أو في مراحل التطبيق أو اللعبة لا يكون إلا بمثل بممارسة كل هذا النوع من العنف أم وفي المقابل ذكرنا أن ما يتصل بإنكار الظلم ودفعه إن كان يمكن أن يوجد في اللعبة وتوجد بعض الألعاب هي كذلك فهذا من المسموح به يعني قدر ما يبعث البطولة في نفس الأطفال ويعلمهم عدم إقرار الظلم هذا مسموح به لكن مجاوزة ذلك فتجد اللعبة من أولها يفجر هنا ويضرب هناك ويقتل هذا ويذبح هذا اللعبة كلها تقوم على هذا الأساس ولا يبالي يعني كما قلنا حتى بدور عبادة أو بأبرياء أو بما سوى ذلك هذا هو الألعاب التي تمنع هذا النوع صلاة السحر متى تنتهي فضل الشيخ الأخ عبد العزيز يسأل صلاة السحر هي في الثلث الأخير من الليل وتنتهي قبل طروع الفجر قبل طروع الفجر الصادق عندنا مجموعة أسئلة نحتاج إلى إجابات سريعة طبعا بالمفهوم البرامجي إن شاء الله الأخ صالح من لبنان يقول من لم يسبق له أن زكى من قبل فأراد أن يحسب ماله ليتخذ وقتا للزكاة فيه عند اكتمال النصاب هل يطرح الديون التي عليه ويحسب الديون التي له على الغير أقصد التقويم من أجل اتخاذ وقت للزكاة وليس التقويم من أجل إخراج الزكاة نعم أما الديون الواجب سدادها عليه فإنه يطرحها والديون الحال له له فإنه يحسبها أما إن كانت منسأة أو على غير مالي أو غير وفي فإنه لا يحسبها الديون التي له نعم إن كانت على غير وفي أو على غير مالي فإنه لا يحسبها أما إن كانت حالة على وفي مالي فإنه يحسبها ولو لم يقبضها بعد والديون التي عليه سدادها للآخرين فإنه يطرحها نعم ويعني ينظر في ما يبقى وهو الذي يحسبه ينظر يقارنه بالنصاب ثم يعني يزكيه مع نهاية الحول هناك يعني السؤال يتكرر كثيرا فضيلة الشيخ وهو الشخص الذي يبني بيتا واتفق مع المقاول على أنه بعد سنتين ربما أو بعد سنة ونصر أو نقول بعد سنة يسلمه البيت ولكن يقصط له المبلغ نعم هل بمجرد توقيعه للعقد مع المقاول يكون المبلغ ليس في ملكه وليس عليه فيه زكاة أم لا يزال في ملكه وعليه في زكاة الذي يظهر الذي يطرحه من جملة أمواله المدخرة هي الأقصاط الحالة التي عليه بحسب مراحل البناء غالب الناس إنما يدفعون أقصاطا للمقاول بحسب إتمامه لمراحل البناء فإذا كان هناك قصط حال قريبا فإن ذلك القصط هو الذي يطرحه وأما باقي المال فإنه يحسبه من جملة أمواله إذ لا يعرف الله سبحانه لا يعرف أحد ما الذي يقدره له ربه تبارك وتعالى وهذا من جملة أمواله وقد تعلق به حق للفقراء لكن محمد لهيبي يسأل يقول ماله ومال زوجه واحد يعني يجمعونه في مكان واحد وكل واحد يقول مالي مالك وهو يهي تقول مالك مالي وهكذا نعم وعندها ذهب لم يبلغ النصاب نعم المال هذا النقد بلغ النصاب ذهب المرأة لم يبلغ النصاب هل يحسب بهذا الاتفاق مع النقد أولا يعني نحن نهنئهما على هذه الألفة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم المودة والمحبة بينهما وثانيا طالما أن أنهما يعني تقاررا على الخلطة بحيث صارت أموالهما كالمال الواحد فإن ذلك يعني أن يزكى زكاة المال الواحد لأن الذي يظهر من سؤال لما يقول مالي مالك ومالك مالي أنه صار كالمال الواحد فيزكى زكاة المال الواحد والذهب يحسب من جملة الأموال المتجمع جميعا نعم لأن الأموال كلمة الأموال تشمل يعني الذهب والنقود وغير ذلك إلا إذا كان هناك يعني تفصيلا فليخبرون به نعم ويقول الذهب فقط وزنه ستين قراما يضاف إلى الأموال تضاف قيمته نعم يضاف إلى الأموال أبو ماريا وهي بالنسبة لها أيضا يعني وهي أن هذه الخلطة خلطة يعني التعارف بينهما لا تعني أن المال مشترك وأنه كالمال الواحد كل يعلم نصيبة فإنها تتم تضيف الذهب إلى ما عندها من أموال نقلية نعم وما عندها من فضة فلابد من هذه المتامة نعم أبو ماريا ونعطي أيضا نستشفع المخرج شوي نأخذ الأخ سعيد من الإمارات أبو ماريا يقول شخص وضع قطور العين من أجل العلاق في نهار الصيام فوجد شبه مرارة في حلقه فشك أنها من الدواء ولم يتيقن من ذلك فتفل المرارة أو افتفل المرارة هذه نعم إلى أن زال ذلك الطعم فما حكم صيامه حسنا فعل ولا شيء عليه صيامه صحيح وننتهي هذه الفرصة لأشكر بعض الأطباء الذين تواصلوا معنا عبر الموقع للملاحظات التي أبدوها بارك الله فيهم حينما تحدثنا عن بخاخ الربو نعم فنبهونا إلى أن ما يجتمل عليه البخاخ هو ليس فقط مجرد أكسوجين بل هو جملة من الأدوية نعم وضعت في تلك العلبة حتى يعني تصل إلى تحقيق غرضها من فتح قنوات التنفس والجيوب الأنفية ومجراء التنفس لكنها تجتمل على محاليلة مركبة من جملة أدوية وهم بأنفسهم بارك الله فيهم أشاروا إلى أن ذلك لا يغير من الحكم الشرعي الذي سمعوه وكذلك لأن يعني مدار الحكم كان في المقدار اليسير الذي يصل إلى الجوف الأصل أن هذه يعني البخاخات إنما يراد منها فتح مجراء التنفس وبالتالي فقد تصل إلى الرئة لكن قد يصل شيء يسير إلى الجوف هذا الشيء اليسير يغتفر إلى ما قرن كما قلت سابقا بما يتبقى أو ينفصل من أثر المضمضة في الوضوء ومن أثر السواك المسموح به للصائم كما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم وكانت ملاحظة أخرى أيضا منهم بالأخص دكتور ناصر الكومياني أيضا فيما يتصل بالأكسوجين فالمريض الذي يحتاج إلى الأكسوجين فإن كل الذي يستنشقه إنما هو أكسوجين لكنه بكميات أكبر وهذا بطبيعة الحال لا يؤثر لا يؤثر في الصيام لأنه إنما يستنشق يتنفس كمية أكبر من الأكسوجين وردت أيضا ملاحظة من إحدى الأخوات أيضا العاملات في هذا المجال فيما يتصل بالمضادات الحيوية وإن كنا نحن قد ذكرنا القيد لأنها إن اجتملت على أي مغذن كالماء أو السكر أو شيء من الأملاح فإنها تفطر أما إن كانت خالية من أي مغذن سواء كانت حقنا يعني وردية أو غيرها فإنها لا تفطر والله تعالى زاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا التفصيل للكثير من المسائل أعزائنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتر العام للسلطنة ونشكركم على حسن متابعتكم في الغد بإذن الله تعالى سيكون لنا موضوع يسبب لنا بعض المتاعب قليلا وهو تعدد الزوغات بين الرغبة المجردة وبين الحاجة الأحكام المتعلقة بذلك والتعامل الذي يكون بين الزوجين أو الأزواج في مثل هذه الحالات نتطرق إليها غدا بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر